سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن الزكاة الاصناعية اتكلمت كتير طبعا في الفيديوهات اللي فاتت عن الزكاة الاصناعية وقلت لك ان انت من خلال الزكاة الاصناعية تقدر تصمم عن طريق الكتابة وقلت لك ان انت ازاي تقدر ترسم وكمان ازاي تقدر تعدل على صورك وتعمل مثلا صور زي دي باستخدام صورك الاساسية واخي الاخي من الكلام ده كله شرحت الحاجات دي كلها عن طريق الزكاة الاصناعية في الفيديو ده باقى بإذن الله هيكون مختلف لاني هقولك ان انت ازاي تقدر تصمم لوجو عن طريق الزكاة الاصناعية يعني لو انت حابب ان انت تصمم لوجو او شعار لقناتك لشركتك لمسلا موقعك فانا في الفيديو ده بإذن الله هقولك ان انت ازاي تقدر تصمم شعار او لوجو لقناتك او لموقعك او لشركتك واخي بس في حاجة حابب بنوه عليها وهو اني يا شباب الزكاة الاسناعي مش هو اللي هيديك اللوجو اللي في خيالك او اللي انت عايزه بمعنى اني الزكاة الاسناعي مجرد ادا انت ممكن تعمل بها لوجو مؤقت لحد اما ربنا يكرمك بازن الله وتشوف مصمم محترف هو يصمم لك لوجو اسكال لقناتك او لشركتك او لموقعك لاني مهما كان زكاة الاسناعي عمره ما هيوصل لابداع المصمم يعني انا اللوجو بتاعي اللي انتو عارفينه انا اا ما عملتوش عن طريق زكاة الاسناعي انا عملته عن طريق مصمم لان هو درس وجاب لي فكرة متوافقة مع محتوى موقعي فبالتالي عمل اللوجو بيعبر عن الشيء اللي انا بتكلم عنه وده نفس الشيء اللي انا بقولك عليه يعني الطريقة اللي هقولك عليها دي استحال تستبدل المصمم في اي حاجة وانما ده مجرد بديل او يعني مجرد ان انت بتعمل حاجة مؤقتة لحد اما ربنا يكرمك واتكلم مصمم يعمل لك لوجو احترافي اتمنى اكون وصلت الفكرة ده مجرد شيء مؤقت عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده طبعا كلكم عارفين موقع ميت جورني اتكلمت عنه مليون مرة اا في الفيديوهات اللي فاتت وهسيب لك انا الرابط بازن الله تحت في الوصف هسيب لك انا بازن الله الرابط تحت في الوصف هقول لك اللي انت ازاي تقدر تسجل في الموقع وازاي تقدر تشتغل على الموقع وخلاف وكل حاجة بازن الله تليها عندك في رابط الموضوع لتحت في الوصف واتلاقي جوال الفيديوهات كلها اللي انت هتحتاجها في ان انت ازاي تقدر تستخدم الموقع ده لو انت اول مرة يعني انت تشوف فيديو ليا دلوقتي بقى انا هقول لك في الفيديو ده بازن الله ان انت ازاي تقدر تعمل لوجو ليك اول حاجة انت محتاج ان انت تعملها ان انت تفتح عندك جوجل وبعد كده تروحين رايح عندك على جوجل وتبتدي بقى ان انت تقول جوجل انت عايز ايه? طبعا دة عن طريق الترجمة لان انا الصراحة ايه? مليش او يعني في اللغة الانجليلية طيب اجي مسلا بسيدي انا عايز اعمل شعار عن مسلا شركة نقل اجي مسلا هنا اروح رايح مسلا في البداية لازم اكتب شعار اللي هو طبعا في البداية خالص اكتب مسلا هنا ده اول حاجة اللي هو طبعا اول حاجة احنا بنعملها في اللي هو ده تمام اجي ادوس عند بعد كده اروح جاي كاتب او او تخيل بعد كده اروح جاي بقى كاتب عندي اول حاجة خالص. لوجو. عشان اعرف الزكاة اللي صناعية ان انا ارى اعمل لوجو. ده اول كلمة. طبعا انت ممكن تكتبها في النص ممكن تكتبها في الآخر. بس احيانا ما بتصبتش. فلو اتى كتبتها في البداية هتعرف الزكاة اللي انت عايز تعمل لوجو. على طول كده. وش? هتجي مثلا في البداية تكتب لوجو. بعد كده اتروح جاي مثلا هنا كاتب انت عايز ايه? اجي مثلا ياسيدي هنا اكتب ان انا عايز اعمل مسلا مسلا نقول اه شعار اه لشركة اه نقل شركة نقل يعني مسلا لو احنا جينا هنا عندنا بالمنظر ده شركة نقل هلقي بالفعل نفيه شركات نقل ااجي مسلا يقول لا انا عايز اعمل شعار لشركت نقل اجي مسلا هنا بقى طبعا اديته هنا الوصف اروح جاي مسلا يقول له عايز انه يكون باللون الازرق ازرق مسلا اكتب ازرق او مسلا لون ازرق biggest عشان ادي له لان انا حتى لون بتاعي اللي انا عايز اضيفه ايه? اروح مسلا جاي هنا تاني وجاي مسلا حاطت وصف اخر وهو مسلا اني حابب يكون الخلفية سوداء. اه مسلا خلفية سوداء. اه انا كده اديته وصف. اروح جاي على طول. شرطتين حرف الفي. تمام? ثم بعد كده اروح جاي دايس عندي على انتر. على اساس ان انا ابتدي اعمل الشعار بتاعي. شفت انا اديته الوصف عامل ازاي? اديته وصف قلت له مسلا عايز اعمل لوجو. شركة نقل. اه بلو كولر. وكمان عايز ان هو يكون يعني اه بلاك بجراوند. هنشوف دلوقتي الصورة نفسها تطلع عاملة ازاي وننتظر. زي ما انت شايف ان هو بالفعل عملي الشعار دلوقتي. او ده الشعار بتاعي بوس. حاجة في قمة الجمال والله. ادي الشعار بتاعي. وطبعا هنا بيضيف لك النصوص لو انت حبيت ان انت تتعدل عليها. هتقول لي بس ثانية واحدة في هنا في حاجة غلط. ايه? يعني الشعار ده بالفعل هو تصمم عن طريقة. اذا قال لي ما فيش حد تاني يعملو. هو قللك لا. ما فيش حد تاني يعملو. الشعار بالكامل بتاعك انت. انا مسلا هنا اقدر ان انا مسلا ان انا اخد نفس النص ده. لو هو مسلا التصميم عجبني. اروح جاي مسلا احطه هنا هو تاني في اليماجين. وادينه مسلا اسم. اقول له مسلا يا سيدي انا عايز الاسم مسلا يكون باسم سعيد. اللي هو اسم مابويا. اقول له مسلا انت سعيد. بالمنظر ده. على اساس ان انا اقول له ده اسم. او ده اسم انا عايز اللي هو الاسم يكون سعيد. وانتظر واشوف التصميم هطلع عامل ازاي. ده يعني انا اديته حتى الاسم عشان هو يكتب لي الاسم على التصميم. اخدت حتى نفس الفكرة. انت ممكن تقدر تحط اي فكرة انت عايزها. انا بس مجرد ان انا بشرح لك. اخدت نفس الفكرة عشان اوريك ان انت زي تقدر تعمل اللوجو. تمام? ننتظر دلوقتي ونشوف الاسم بتاعي هطلع مع اللوجو ولا لا. طبعا بعد ما اديته الوصف وبعد ما اديته كل حاجة اديته حتى الاسم بتاعي. اشوف دلوقتي الاسم هطلع عامل ازاي? تمام. واضح ان هو ما زبطش. فممكن نقدر نجرب تاني. يعني هو ممكن نقدر نجرب تاني. هو طبعا انا اديته وصف الاول. بس هو للاسف ما زبطش. طيب. تعالنا نجرب حاجة تانية. مسلا ياسيدي هقول شعار. طبعا في البداية هكتب مسلا شعار. ملاكمة افتراضا بما اننا بلعب بوكس. ونقول له مسلا يعني لوجو بوكسنج تمام? وندي له مسلا نقول له يا سيدي ان انا عايز المسلا الاسم يكون مسلا عبدلطيف. اه يمكن. اه. اللي هو اسم يعنى. بعد كده شرطتين. الفي ثم فور وانا انتظر ونشوف هطلع عامل ازاي? انا دلوقتي قلتولي انا عايز لوجو بوكسنج اللي هو مثلا بوكسو بتاعك وما تتوش اي وصفة وقلتوليش مسا عايز باللوجو الاحمر عايز باللوجو الاصفر انت تقدر انت تدي الوصف زي ما نديت وصف هنا عشان يطلع لي اللوجو الخاص بالتراك ده تمام اللي هو مثلا اللوجو الخاص بالايه بيئة العربية دي تعالي نحفظها بس عشان نستقدمها في الصور المصغرة هشرح كل دي لوجوهات انا كنت عايز اشرحها بس يعني ايه حبيت ان انا عامل اسجل فيديو اخر عشان يكون افضل واشرح لك كل حاجة بشكل اضافة كل الثور دي او كل اللوجوهات دي بالفعل انا عملتها وهواريك ازاي تقدر تعملها او زي ما انا شرحت يعني ان انت ازاي تقدر تعملها بس انا حبيت ان انا ايه يعني اعمل لك فيديو سهل عشان تفهم الفكرة عاملة ازاي تعال دلوقتي نشوف او بص هو للاسف برضو ما اخدش اسم بشكل كويس بس على الاقل يعني ايه مقبولة شوي يعني انا قلتور الحامب ان يكون اسم عبداللطيف عكس لي الاسم خلاه اللي في البداية خلاه يكون في الاول فدي مشكلة اخرى فزي ما تشايف هو بالفعل عامل لوجو خاص بالبوكس لو مسلا عبداللطيف واخد اسمي بالفعل او عكس لي اسم للاسف بس برضو نفس الفكرة لازم يكون الاسم صغير مش كبير قوي عشان يزبطها لك بشكل كويس وطبعا انت عن طريق الفوتشوب تقدر ان انت تتعدل على الاسم يعني ان انت باستخدام الفوتشوب تقدر ان ان انت تفتح وتشيل الكلام ده وتحط كلام اخر وده هنطلاقي الفوتشوب سهل جدا تعمله وبايزن انا ممكن اخصصله فيديو لو انتوا حبين يعني زي ما تشايف عملتوا اللوجو اخر اللي هو اللوجو عن البوكس انا مسلا جدي طرق صورة شخصية الصورة دي حابب ان انا اعمل عنها لوجو يعني مثلا ااجي مسلا هن عندي على الفيسبوك صورتي اقدر ان انا مثلا اخدها كده هو او مسلا اجي على اي صورة اخرى تعالى مسلا اروح يسيدي على اي صورة اخرى الصورة اللي انا استخدمتها في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع مبارح اجي مسلا هنا هو في الصورة دي مسلا اقدر ان انا اخدها كده نسخ الصور اروحين ارايح مسلا عندي واعمل مسلا هنا مسلا اخد صورتي انا واعملها لوجو اجي مسلا هنا اماجين اروحين مسلا جاي حاطط الصورة بتاعتي اللي لازم تفتح معاك بالشكل ده واروح هنا مثلا جاي كاتب كلمة لوجو بعد كده مثلا ادي الوصف لوجو مثلا بس خلي لوجو عشان بس معادلك لش الموضوعه وممكن اكتم مثلا اسمي او مثلا اكتم مثلا اسمي ليه تيفا مثلا بس خلاص اروح جاي دايس انتر وهاشوف هيطلع شكله عامل ازاي انا مجورة كتبتي اسمي تيفا ونشوف في دلوقتي هطلع شكله عامل ازاي زي ما قلت لك ان انا حطيت صورتي بس كل اللي انا عملته حطيت صورتي زي ما تشايف الصورة دي وقلت لنا انا عايز اعمل لوجو وديته الوصف لنا عايز اعمل لوجو وحطت اسمي ونشوف بها دلوقتي هطلع شكله عامل ازاي تمام تعال نشوف للاسف ما زبطتش قوي عشان خاطر ال background فدي مشكلة عشان كده انا دايما بقول لك لازم تصور في background يعني الصورة ما زبطتش الصورة ممكن اقولك انها كويسة بس انا ما زبطتش طيب تعال نجرب صورة اخرى اجي مثلا هنا واغير مثلا لا لا الصورة دي بقى تعال مثلا نشوف اي صورة لها تعال مثلا نجيب الصورة دي label cap تمام اخدت نسخ الصورة اروح رايح مثلا هنا عندي وراح دايس مثلا على imagine تمام وبعد كده احط الصورة اللي لازم طبعا تفتح معاك بالشكل ده زي ما انا قلت بعد كده مثلا انت راح جاي هنا مثلا جاي يكاتب لوجو وطبعا تدي له وصف مثلا تقول ان انت عايز اللوجو يكون مثلا يا سيدي بخلفية سادة مثلا او خلفية سوداء او مثلا تقول له خلفية زرقاء اللي تحب تمام اه تخليه مثلا باللون الازرق مثلا نقول له عايز مثلا يعني او احمر على اساس ان تقول له مثلا عايز اللوجو باللون الاحمر وتكتب مثلا اسمك تيفا تاني ونشوف تعمل لنا مثلا طبعا شرطتين او مش لازم الشرطتين يعني انت بس مجرد ان انت اديته الاسم وخلاص شكرا على كده تروح جاي مثلا dice enter وتعال بقى دلوقتي نشوف التصميم هيتطلع عامل ازاي انا كل ده مجرد معي لان انت بالفعل تقدر ان انت تستخدم يعني زغال سنايف ان انت تعمل لوجو مؤقت ونشوف دلوقتي هي التصميم هيتطلع عامل ازاي اه دي التصميم خلص تعال نفتح ونشوف زي ما انت شايف بعيدا خالص عن شكلي اصلا او في فت في فت اي ان كان بعيدا خالص عن شكلي يعني تقريبا هي الحاجة الوحيدة القريبة من هي دي فللاسف برضو هو مقدرش ان هو يطلع الحاجة اللي انا عايزه رغم ان هو ظبط معي في بعض التصميمات يعني زي ما انت شايف ان انا مساه على الحاجة التصميم لي ظبط معي هنا اعمل لي touch فانت بقى تحول مرة واثنين وثلاثة دي صورة عملتها النفسي. زبط معي هنا بص. هنا مثلا زبط. هنا مثلا زبط. هنا زبط. هنا زبط. فللاسف في بعض الاحيان هيثبت وفي بعض الاحيان لا. لو انت تدوت صورة. بس لو انت ما تدهوش صورة. مسلا ممكن باختصار شديد الموضوع يكون اسهل معك جدا. يعني مسلا ان ات او مسلا ممكن تدي له صورة بدون خلفية. يعني مسلا تشيل الخلفية عن طريق الفوتشوب او مواقع اللي بتشيل الخلفيات. وتدوغلو صورة بدون خلفية او خلفية بيضة او خلفية سادة قدر الامكان عشان تضبط الصورة دي معاك. لان الصورة دي انا استخدمت الصورة دي. تمام? اللي هي الصورة الشخصية دي. الصورة الشخصية دي انه AMYת جيت بسيطت تيطليق عندك الخلفية سادة. فبالتالي زبط معي افضل من الصورة الشخصية الاخرى اللي فيها الخلفية فيها شكل كتير. فانا كده وريتك الفكرة يعني انت تقدر ان انت بالفعل تستخدم الصور بتاعتك ان انت تعمل لوجو او ان انت تدي له وصف عشان يطلع لك صور بالمنظر ده زي ما انت شايف. اي حاجة انت عايزها في دماغك. اه مسلا يوتيوب. اه مسلا ان انت مسلا تعمل لوجو. اي حاجة تقدر ان انت تعمله عن طريق زكال صناعي. وطبعا شرحت لك بالتفصيل ازاي? اتمنى اكون دلوقت شرحت الموضوع بالطريقة سهلة. وعشان ما طاوتش لكم اكتر من كده. لو قلوا مرة تشوف قناتي اشترك في القناة وتفعل الجرس. وانشكوا على الخير بها بإذن الله الفيديو الجاي. ومع السلامة.